موسيقى رحلة حج هذا العام والتي أشرفت عليها وزارة الداخلية كانت متميزة في خدماتها والتيسيرات التي قدمت للحجاج طوال فترة آداء المناسك فقد كانت إقامتهم في فنادق مجهزة بكافة وسائل الراحة بمكة والمدينة وتتميز بقربها من الحرم النبوي الشريف بالمدينة والمسجد الحرام بمكة المكرمة كل حاجة منظمة من أول ما طلعنا من هنا وترتيب الأوراق وترتيب الشنط واستلام الشنط هناك واستلام أماكن الإقامة الحاجة كلها كانت مترتبة وفي حرفية جمدة وفي متابعة جمدة جدا من المسودين عن البعثة يعني السرافة ما شاء الله أول مرة يشوف فنادق عالية ما شاء الله وتنظيم ما شاء الله الله ينور عليكم وقد حققت بعثة حق القرعة نجاحا كبيرا في توفير الخدمات للحجاج بخاصة بتوفير حافلات مجهزة بكافة وسائل الراحة لتفوجهم من المدينة لمكة وتنقلاتهم المختلفة بين المشاعر المقدسة وهو ما أشاد به الحمد لله الدنيا كانت لطيفة جدا والحمد لله نزلنا في أعلى الفنادق سواء في المدينة وسواء في مكة غير التسهيلات بقى ووصيل المواصلات الدعم بقى المعنوي والدعم المادي والدعم الغذائي وكل حاجة بصراحة ما أسطروش معنا في أي حاجة ربنا يبارك كان في تسهيلات كتيرة الحمد لله ونسك بزارته الداخلية على كل الخدمات اللي جدمتها لنا وكل التسهيلات اللي جدمتها لنا الزباط يعني كانوا بيوصلوا الليل بالنهار عشان تسليل كل العقبات ما سابداش ولا دجيجة الزباط أحلى أحلى مستوى زي ما تقول جول في المعنى ممتاز تعاني على طول في كل دجيجة في كل دجيجة بالليل متواجدين وبالنهار متواجدين في الكندوك ويطلعوا يقولوا إننا عايزين حاجة إننا جزكوا حاجة أفواج حجاج القرى عادوا إلى أرض الوطن بعد أن أدوا مناسك الحج متمتعين بالصحة والعافية دون أي مشكلات واجهتهم أثناء أداء المناسك فقد استقبل مطار القاهرة الأفواج الأخيرة من الحجاج لهذا العام قادمين من مطار جدة وجوههم تعلوها الإشراق والبسمات فقد أدوا فريدة الحج وسط تيسيرات قدمتها لهم بعثة حج القرى تحت إشراف وزارة الداخلية خلال 21 يوماً قادوها بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة ليكتمل بذلك عودة ضيوف الرحمن لأرض الوطن صراحة كانت رحلة رائعة جداً الحمد لله ببركة من عند ربنا إننا كنا من ضيوف الرحمن السنة والتنظيم كان رائع جداً الحمد لله صراحة تنظيمه ورعاية وكل حاجة شتناك وإيسى بصراحة رحلة كانت جميلة يعني الحمد لله الرحلة ما كانت فاعلة والله الأكل لا فاعلة ولا البلد فاعلة ولا الرحلة فاعلة بشكر وزارة الداخلية عن تنظيم رحلة الحج في البلد لأنهم فعلاً عملوا مجهود نتيجة إن إحنا راجعين ما إحنا اشتعبنين ألف شكر لوزارة الداخلية ألف ألف شكر هكذا كانت الرحلة الإيمانية لهؤلاء الحجاج ميسرة كانوا فيها ضيوفاً على الرحمن عادوا وكل واحد منهم يرجو أن تكون صحيفته بيضاء كبياض المشهد على صعيد عرفان اشتركوا في القناة